ماذا يحدث عند تعرض صخر ناري جوفي جاني بعناصر السوديوم والبوتاسيوم لعوامل التجوية في منطقة صحراوية قاحلة واحدة واحدة كانت شوف بس هو عاوز يقول لنا الاول بصوا ايه الكلمات المفتاحية اللي عندي الكلمات المفتاحية اللي عندي اول حاجة الكلمة المفتاحية وصخر ناري جوفي يعني باللورات كبيرة بص انا واضح وصريح طيب غاني بعناصر السوديوم والبوتاسيوم دي برضو مفتاح تاني مفتاح الاولاني جوفي فبلوراته كبيرة طيب المفتاح التاني غاني بالسوديوم والبوتاسيوم يعني ده من الصخور النارية برافو عليكم الحندية صخور النارية لايه الحندية تعرضت لعوامل تجوية احنا اخدنا تعريف للتجوية ببساطة اوي ما هي التجوية تفتت السخور تفتت السخور بفعل عوامل جوية بفعل عوامل طبيعية يبقى هنا بيسألني بمنطقة البساطة الصخر النار الجوفي اللي غاني بالسوديوم والبوتاسيوم مين هو الصخر ده ايه رأيكم مين الصخر النار الجوفي اللي غاني بالسوديوم والبوتاسيوم جوفي يبقى عندي اكيد 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 يبقى هو بيتكلمني عن الجيراني قال ايه? اخونا اضع ليك بص انا دلوقتي انا متاز طب ايه لا يحصل له لما يتفاج فت الجيرانيت لما يتفاج فت اكيد هيديني المكونات المعدنية بتاعت الجيرانيت ناخدهم واحدة واحدة هل تنفصل مكوناتهم معادن في الاسبار والبيوتايت والكورتيز هل دي مكونات الجيرانيت نخليها تتحلل مكوناتهم معادن سيليكات الالمونيوم والطفل والكورتيز انا ما قلناش تحلل ونحن نقول له تفتت تفتت في منطقة الصحراوية القاحلة يبقى عاملت تفتت يبقى دي هاشطبها تنفصل مكوناتهم معادن الانفيبول والبيروكسين المسخور الجيرانيت مفاش خالص خالص بيروكسين هاشطبها تتحلل معادن والكولينايت والطين واكسيد الحديد احنا بنقولنا مناطق الصحراوية القاحلة يعني تجوية تفتيت يبقى برضو هاشطبها يبقى اجابة بتاعتي هتكون ايه نشوف مع بعضنا كده تنفصل مكوناتي الى الفلسفار والبيوتويت والكورتيز لان الجيرانيت بيتكون اساسين معادن الفلسفار والمايكا والكورتيز بس انا تقولي يا مستر ما المايكا ده اللي نوعين ماسكوفايت وبيوتويت يبقى الجملة صح تماما ونشوف برضو التحليل بتاعنا كده الجيرانيت صخر ناري حامدي جوفي غريب عناصر الصوديوم والبوتاسيوم اللي جبناه من فوق واستنتجناه من فوق طيب بفعل التجوية الميكريجية تفتت الى ايه؟ من سفار وبيوتايت وكورتيز